موسيقى أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من المواقع الأخبارية وتحديدا من موقع الموقع والذي عنونا في صفحته الرئيسية نائب عميد كلية الصيدلة في صنعاء المعين من الحوثيين يجبر الطلاب على الدراسة تحت الأشجار وقالت التفاصيل إن نائب عميد كلية الصيدلة بجامعة صنعاء المعين من قبل الحوثيين وغير المعترف به من نقابة هيئة التدريس يواصل طرد أسادثة الكلية والطلاب وإجبارهم على الدراسة خارج قاعات الدراسة تحت الأشجار وقال مصدر النقابي بالجامعة إن سبب ذلك هو رفض نقابة أعضاء هيئة التدريس قبول تعينه ومن عنوين الموقع أيضا مصادر الحوثيون ينقلون أسلحة ثقيلة من صعدة إلى ميدي وجبهات أخرى وعنوان آخر سقوط قتلى وجرحة من الحوثيين وتدمير مدفع بي عشرة في نهم شرق صنعاء إلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء في عنوينه صنعاء في أسوأ أيامها أزمة مشتقات نفطية وزلزال اقتصادي ينذر بالانهيار وقال الموقع أيضا يعيش أكثر من مليونين نسمة في العاصمة صنعاء في وضع هو الأسوأ منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة قبل نحو عامين ويتابع الموقع أيضا ووصف وزير الخارجي اليمني ورئيس وفد الحكومة بمشاورات الكويت إدارة الحوثيين للملف الاقتصادي بأنه أسوأ فساد في العالم وكشف عبد الملك المخلافي عن تبديد الحوثيين وحليفهم صالح للاحتياط النقدي والبقاء على مئة مليون دولار فقط من أصل أربعة مليارات دولار كما جاء في عنوين المصدر أونلاين ملامح طبخة دولية مطروحة على طاولة المفاوضات في الكويت ونشرت العديد من المواقع الأخبارية مقالا كتبه الرئيس الأسبق علي ناصر محمد والذي وجهه كرسالة إلى أمير دولة الكويت بشأن المفاوضات الجارية هنا وقدم ناصر الحلول التي يعتقد أنها مناسبة لتطورات المرحلة الحالية وقال في جزء من هذه الرسالة لكل حرب نهاية ولا توجد حروب دائمة بدون نهايات سياسية كمحصلة لتفاوض بناء يحقق بعض مصالح أطراف الحرب وليس جميعها ومن هنا فإنه بالنظر إلى ما أفرزت الحرب المستمرة منذ مارس 2015 وحتى اليوم والتفاعلات التي سبقتها منذ يناير 2015 بما أحدثت من حقائق جديدة لها مفعلها وتأثيرها الذي لا ينكر على الأرض فإنه يتعين أن تكون المقاربات العملية بين الفرقاء وفقا للحقائق الجديدة والمعطيات الراهنة بكل مراراتها فالوطن يتسع للجميع والسلطة تتسع للجميع أيضا والمرحلة أحوج ما تكون إلى مصالحة وطنية شاملة بتضميد الجراح وإعادة بناء الثقة وتطبيع الحياة تأسيسا لمستقبل أفضل لليمن تنعكس آثاره الإيجابية على جيرانه في دول مجلس التعاون لدول الخليج ومحيطه العربي عموما إن مبدأ التوافق الوطني الذي ضبط إيقاع العملية السياسية منذ فبراير عام 2012 قد انفرط عقده للأسف في يناير ومارس عام 2015 ولم يعد بالإمكان إعادة إنتاج ذلك التوافق بحيثياته ورموزه وشخصياته الاعتبارية وللخروج الآمن من هذا النفق الدموي فإن الحل الواقعي يتمثل بخلق توافق وطني جديد يقود المرحلة المقبلة بشخص قيادية جديدة تلتأم لتشكل قيادة توافقية جديدة مؤقتة برئاسة دورية تتولى إدارة الدولة الاتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي لمرحلة انتقالية من سنتين إلى أربع سنوات وتشكل حكومة وحدة وطنية ومن مهامها إعادة صياغة مشروع الدستور والتهيئة لإجراء الانتخابات التشريعية ووضع خارطة طريق سياسية لما بعد المرحلة الانتقالية وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وأي مرجعية سياسية توافقت عليها الأطراف اليمنية وحظيت بترحيب عربي ودولي إلى موقع تغيير نت والذي جاء في صفحته الرئيسية ميليشيا الحوثي وصالح تعيد تموضعها على المداخل الرئيسية لمدينة تعز ومجلس تنسيق المقاومة يتوعد بخطوات جدية لفك الحصار وعنوان آخر الحوثيون يؤكدون لا سلام في اليمن دون تفاهم مع السعودية وعنوان أيضا انفجار عنيف يهزو العاصمة صنعة وعنوان من محافظة الحديدة طائرات التحالف تشن تسع غارات مفاجئة على مطار ومعسكر الدفاع الجوي بالحديدة ومن موقع يمن منتر والذي تابع أحدث الموضوعات وعنوان الموقع في موضوع تعليمي اليونسيف أكثر من 1600 مدرسة أغلقت في اليمن بسبب انعدام الأمن وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف إن هذه المدارس استخدمت للجماعات المسلحة أو المواطنين النازحين بسبب الحرب ومن العنوين أيضا انسداد متواصل في مشاورات اليمن وفشل اجتماع لجنة الأسرى والمعتقلين وعنوان آخر أيضا متحدث الحكومة اليمنية لدينا وثائق تثبت تعاونا استراتيجيا بين تنظيم القاعدة والحوثيين ومن العاصمة هز أرضية خفيفة بصنعة ومن تعز أيضا 22 جريحا بقصف حوثي على تعز وأسرى الكلمة تحت هذا العنوان أسرى الكلمة تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة ما قالها المنشور في يمن مونتر وقالت الكاتبة في عهد الميليشيا أصبحت أم الجرائم والنكبات أن تكون إعلاميا أو صحفيا يحلم بالولوج لعالم متحضر يكفل حق الكلمة ويجرم الاحتقال السياسي وقمع الحريات لكننا نجد أن هذا الوطن يعود للخلف عقودا في كل شيء يعود لزمن السجون والمعتقلات والخطف والتغييب للكلمة وقائلها تنتهك فيه إنسانية هذا الصحفي ويعامل بكل الحقد والتعصف قد أهدر دمه وعمره وماله والعالم المتحضر يتوطأ بالسكوت على ما يجري وفقا لسياسات لا تسمح برفع الرؤوس أكثر كتبقى الأوطان العربية منطقة هيمنة للدول الكبرى وسوقا مفتوحا لشعارات الحرية الغائبة التي يصدرها لنا هذا العالم المتحضر يتوطأ كبار الساسة وصغارها ضد حرية الصحفيين واعتبارهم مجرد ورقة ضغط أو أسرى حرب الكلمة في مفاوضات قد تطول أعواما وهم قابعون في معتقلاتهم وسجونهم يكابدون الظلم والقهر والجوع ووحشة الحال وفقد الأهل تقف قضيتهم دائما في الظل لأنهم قدموا من قلب هذا الشعب المصادرة حقوقه وحرياته إننا كأهالي ومجتمع يمني نحمل قوى الشرعية وميليشيا الإنقلاب كامل المسؤولية لما يحدث في المعتقالات للإخوة الصحفيين بعد أن وصلوا اليوم التاسع في إضرابهم عن الطعام في محاولة يائسة لنيل حريتهم ونؤكد أن هذه جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الوقت أو ينجو فاعلها تاريخياً وأمام العلي القدير إلى موقع الوحدوي نت والذي تابع ما تعرض له مراسل قناة بلقيس في المكلة وعنون الموقع نقابة الصحفيين تدين ما تعرض له مراسل قناة بلقيس في المكلة وقالت التفاصيل تلقت نقابة الصحفيين بلاغاً بشأن اعتراض مراسل القناة في المكلة الصحفي محمد اليزيدي من قبل مجندين بزي عسكري داخل مستشفى بن سينة وهو يقوم بمهمة صحفية في المستشفى ويتابع الموقع حيث اعترضه مجندون وهددوه تحت قوة السلاح وعرضوه للإهانة بعد أن صادروا أدواته وأجهزته لساعات ظهر يوم الاثنين ويضيف الوحدوي نت دانت النقابة هذه الواقعة ودعت السلطة الأمنية الرسمية في المكلة إلى التحقيق فيها وإلقاء القفض على الجناة وتوفير الحماية اللازمة للزميل محمد اليزيدي وتجددت نقابة الصحفين أيضا دعوتها للسلطة الشرعية باحترام حقوق الصحفين والسماح لهم بممارسة مهنتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها قبل مطالعة أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كوشك الصحافة ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحفة العربية والبداية من الصحفة الكويتية حيث قالت صحيفة الرأي الكويتية واشنطن ترحب بأنباء اتفاق الأطراف اليمنية في الكويت على الإفراج عن معتقلين ووفقا للصحيفة فقد رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالأنباء التي تحدثت عن اتفاق الأطراف اليمنية المتنازعة على الإفراج عن معتقلين في اليمن قبيل شهر رمضان المقبل وقال الناطق باسم مزارة الخارجية الأمريكية جون كيريبي للصحفيين لا زلنا نعتقد أن نجاح مشاورات السلام الجارية حاليا في الكويت سيكون مهما للسلام الدائم والأمن والاستقرار في اليمن وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تشيد في هذه المناسبة بالأطراف التي تشارك حاليا في هذه المشاورات والخطوات المهمة التي اتخذتها حتى الآن واعتبر هذه المشاورات فرصة تاريخية داعيا الأطراف إلى تقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة اليمنية إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي عنونت في أحد موضوعاتها الجبير خلال عام واجه إيران بالعصى وألقى جزرة إلى الحوثيين وقالت الصحيفة في تقريرها الخاص عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن سياساته تجلت أثناء العاصفة التي أطلقها التحالف العربي في اليمن لمواجهة نفوذ الحوثيين وميليشيا المخلوع صالح بعد أن كادت تبسط نفوذها على الخاصر الجنوبية للسعودية وتتاب وتبيع ولاءها للإيران ومن عنوين الصحيفة أيضا إطلاق نار على ممثل الحكومة اليمنية في لجنة التهديئة وقالت الحياة أن ميليشيا الحوثيين قصفت معسكرات للجيش اليمني في محافظة مأرب فيما صد الجيش والمقاومة هجوما واسع للميليشيا شمال شرقية محافظة الجوف ومع إصرار جماعة الحوثيين على خرق وقف إطلاق النار كشفت مصادر أن أعضاء في لينة التهديئة يمثلون الجانب الحكومي تعرضوا لإطلاق نار إلى صحيفة البيان والتي عنونت مصادر مطلعة محادثات الكويت تمر بمرحلة فاصلة تقول الصحيفة أن محادثات السلام اليمنية تمر بمرحلة فاصلة إما باتجاه انتصار السلام أو استئناف المواجهة وذكرت مصادر قريبة من المفاوضين للصحيفة أن ولد الشيخ أحمد اقترح تشكيل لجنة عسكرية أمنية تتولى الإشراف على استيعادة مؤسسات الدولة ونزع السلاح وانسحاب الميليشيا من المدن تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وقالت المصادر للبيان إن المقترح الأممي نص أيضا على عودة حكومة الرئيس عبد الربو منصر هادي إلى صنعاء لمدة ثلاثة أشهر يعقب ذلك تشكيل حكومة توافق وطني جديدة على أن يتم استئناف الحوار السياسي ومن عنوين الصحيفة أيضا العثور على ثمانية ألف لغم وعبو ناسفة في المكلة لا الحرب حرب ولا السلم سلم تحت هذا العنوان كتب عبد الحميد إجماهيري مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب مشتاح العراق أرض الكويت تحرك الشرق والغرب كله وأخرجه منها عن صواب ثم هلل العالم بنهاية الحرب الباردة وبعد 15 سنة خسرت الشعوب الشرق الأوسط بشرقه وغربه بلادا أخرى من بعد أن كانت الحرب الباردة قد أضاعت عليها صرة الكون فلسطين والتاريخ لا يحب أن يمزح بدون اللجوء إلى مكر المصادفة لهذا ولدت فلسطين النكبة مع بداية الحرب الباردة في عام 1948 ظلت القضية قائمة ولما انتهت الحرب الباردة لم يجد السلام في الشرق الأوسط من يدفؤه بأرض أو بجغرافية جديدة للتعايش ومن غرائب التاريخ أن العالم عندما يؤرخ لها فأنه يتحدث عن كل الصراعات إلا الصراع الأكثر جوهرية في العالم وفي المنطقة يقول المؤرخ وهو يحذر العالم من حروبه الباردة أن الأخيرة أحدثت عدة أزمات كحصار برلين والحرب الكورية وأزمة برلين وحرب فتنام والغزو السوفيتي لأفغانستان وشعور رهيب بالقيامة عندما كاد العالم يلبي جاذبية الهاوية في أزمة الصواريخ الكوبية أيام الرئيس الأمريكي جون كيندي والعالم وقتها يحث الخطانة حرب عالمية ثالثة وانتهت الحرب وعاد العالم إلى طبيعته وترك العرب على هامش الاستراتيجية ولدت الحرب باردة أو ساخنة فضاعت فلسطين وانتهت الحرب باردة أو ساخنة فضاعت العراق وعادت الحرب من جديد ووجد العالم العربي والإسلامي نفسه في دائرة النسيان كما لو أن درجة التطبيع القصوى مع وضع هامشي في بناء العالم الجديد هي أن تضيع أرضك ثم تنزوي في هامش خارج العالم وزمانه إلى صحيفة الخليج والتي عنونت الخلافات تفشل اجتماع لجنة الأسرى والمخلافي وحذروا من كارثة قالت صحيفة الخليج في سردها لتفاصيل الخبر فشلت اجتماعات مشتركة في لجنة المعتقلين والأسرى كان من المقرر أن تناقش ترتيبات للإفراج عن خمسين بالمئة من المعتقلين والأسرى خبيل شهر رمضان المبارك في حين جددت القيادة اليمنية تمسكها بمرتكزات السلام المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية وتابعت الصحيفة أن رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي حذر من كارثة حقيقية في اليمن بسبب استمرار سيطرة الميليشي الحوثي على المؤسسات الاقتصادية من بينها البنك المركزي وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأممي إلى اليمن التقى بشكل منفصل وفدي الحكومة والحوثيين وحزب الرئيس السابق صالح لمناقشة تصوراتهم للمرحلة المقبلة واستخلاص رؤاهم حول الأفكار التي قدمها لهم في اليومين الماضيين وفي عنوان آخر قالت الصحيفة تصعيد في جامعة صنعاء ضد إجراءات الحوثي تقول الصحيفة أن نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة صنعاء أعلنتا عودة التصعيد فيها رفضا للتعيينات غير الشرعية في قيادة الجامعة التي سبقت وفرضتها جماعة الحوثي وقالت النقابتان في بيان لهما سيبدأان تدشين البرنامج التصعيد للاحتجاجات داخل الجامعة ودعا منتسبيهما للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنفذ أو ستنفذ داخل الحرم الجامعي وأوضحت النقابتان أنهما ستمضيان في البرنامج التصعيدي المتمثل في عملية المقاطع والمسيرات والوقفات الاحتجاجية حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة إلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت المبعوث الأممي هناك أرضية لحل يمني والوفود تظهر تجاوبا ومن عنوين الصحيفة أيضا مشاورات الكويت الحكومية اليمنية تطالب بالعودة لإجراءة بناء الثقة وعنوان آخر الاحتياط النقدي لليمن يهوي إلى مليار ومئة مليون دولار وفاة قيادي في مقاومة شبوة في ظروف غامضة أيضا من العناوين وفي التفاصيل توفي القيادي في المقاومة الشعبية محمد عوض بارحمة في ظروف غامضة بعد أيام من اعتقاله واثنين من أشقائه في مدينة المكلة وأوضحت مصادر مقربة من أسرة بارحمة للعرب الجديد أن جثة المتوفة وجدت في ثلاجة مستشفى بن سينة الحكومية في مدينة المكلة وعليها آثار تعديل كما أشار إلى أن أسرة المتوفة رفضت تسليم أو تسلم الجثة إلا بعد تقرير رسمي وضح ملابسات الحادثة والظروف التي توفي فيها ابنهم وتحديد المسؤولية في هذا العنوان من المجرم الأخطر؟ تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية وقال الكاتب لو قيض للبريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو أن ينظر إلى ما ارتكباه في مثل هذا اليوم قبل مئة عام لربما شعر بألم فضيع لكن أقلام القوى العظمى عند المنعطفات الكبرى تشبه السكاكين التي تحركها شراهة المصالح لا دموع ذو المريض فوق بحر من الركام واللاجئين والأرامل والأيتام يطفؤ اتفاق سايكس بيكو اليوم شمعته المئة قرن كامل مر على تلك الجريمة اتفق الرجلان على تقاسم تاركة الرجل المريض وولدت من خطوط قلميهما خرائط لم تأخذ في الاعتبار المعطيات الدينية والطائفية والقبلية والعشائرية من حفنة السنوات التي اعقبت ذلك الاتفاق ستولد جروحا كثيرة جرح العرب الذين سيعتبرون أنفسهم ضحية خديعة أجهضت حلمهم بدولة عربية كبرى تحتل مكانها تحت الشمس وجرح مسلمين رأوا في سقوط الخلافة الإسلامية إعلالا لغروب شمس المسلمين ووقوع مصيرهم في أيدي من لا يشبهونهم بعد مئة عام هذا هو المشهد لم تضطابق مشاعر الناس مع الخرائط التي فرضت عليهم قرار التعايش مع الآخر المختلف لم يكن حاضرا لا داخل الخرائط ولا على حدودها وبدت فكرة الدولة والمؤسسات نباتا غريبا لا تصلح التربة لاحتضانها إنها مأساة ثقافية قبل أن تكون سياسية أطل المستبدون رفيون بأفكار بسيطة قاطعة وبحطش هائل وجوع رهيب حولوا نعمة الاستقلال نقمة ونكبة حولوا خرائط ساكس بيكو معتقلات اعتبروا كل اختلاف مؤامرة وخيانة ونصبوا الدستورة خاجما دليلا يلتفوا كالحبل على أعناق المواطنين وأطفالهم مجموعة من رسوم الكاركاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة